النهاردة اعتزل واحد من اهم الاسماء في تاريخ الكرة المصرية واحد من اللاعبين اللي بينكو سين بنقول عليهم رجالة رجالة هو الطبيعة اللاعبة كلها تبقى رجالة بس اقصد رجالة اللي هو روح وقلب وحماس واخلاص ومهارة واهداف والتزام كل الشيء ممكن ممكن تقوله عن وليد سليمان اداء رائع اداء كبير اداء مميز مفيش مشكلة عملها دخل مستشفى عشان ينضم للاهلي هو بيجدد تعاقده خد خمس دقايق جاله عرض ملايين قالك لا اكمل في النادي الاهلي قالك يبقى كابتن مش كابتن انا موجود في النادي الاهلي اعدت على الدكة لعبة اساسي موجود في النادي الاهلي عندي تلاتين وحي وتلاتين خمسة وتلاتين ستة وتلاتين سنة هنزل ولعب وهجيد بلعب برجل الشمال ماشي اجيب جوال برجل اليمين موجود هتدخل جوا منطقة الجزاء هسجل بدماغي رجولة واخلاص ومهارة وتأثير كبير اخر الاسماء في الجيل الزهب التاريخي للنادي الاهلي الكرة المصرية النهاردة بتخسر لاعب كبير جدا اسمه وليد سليمان حصارة بصراحة لعبة دي لان بتخرج من الملاعب الواحد بيزعل عليها المهارات دي وليلة وندرة جدا وبقت شحيحة في الكرة المصرية الرجولة دي بقت شحيحة في الكرة المصرية الاخلاص ده اصلا ما بقاش موجود وليد سليمان النهاردة مظاهرة حب من كل زميله من جماهيل النادي الاهلي في المدرجات من كل الناس بيشجعوه او ما بيشجعهوش هتلاقي الناس كلها بتحب وليد سليمان لا عمل ازمة لا عمل مشكلة لا صرب لي خبر لا قول اللي انا متدايق قول اللي انا زعلان ان انا قاعد على الدكة قول اللي انا مش عايز قول اللي انا كاره قول اللي انا ما بحبش ما فيش ولا ازمة في الوقت اللي كان النادي الاهلي فيه في المسم ده عنده مشاكل كبيرة فنية ينزل هو هو ما بيشاركش اصلا ويبقى مؤسر ورائع واكتر لاعب بيجري واكتر لاعب عنده اخلاص ما قلش اصلا انا قاعد على الدكة ما قلش انا كده كده باعتزل ما قلش انا كده كده مش فرق معايا ما قلش اي حاجة ممكن تعمل ازمة وليد التاريخ هيتسكره باجمل اجمل الكلمات عمر محد هيزعل من وليد سليمان نهاردة لعيبة كلها تيشرت حبطين صورة وليد سليمان تحية لوليد سليمان اسم كبير وتاريخي في النادي الاهدي اسم كبير وتاريخي في النادي الاهدي بطولات بالجملة انجازات مفيش بعد كده ودايما مؤثر ودايما مؤثر يعني ايه مؤثر يعني هو مش لعب وخلاص قال لك اصلا وليد قاعد في النادي الاهلي تكريم تكريم ايه اسمع جميل النادي الاهلي وهي بتشجع النهاردة النادي الاهلي وبتشجع وليد سليمان ما فيش اي ازمة يعني زعلين على وليد سليمان بصراحة زعلين ان هو يعني هي سنة الحياة بس زعلين نموذج زي وليد سليمان ما يكملش طول الوقت فيه لعيبة كده تبقى انت عايز تكمل معاك لطول العمر طول ما انت بتتفرج على كورة تفضل مكملة بس ده مش هيحصل ده مش هيحصل في العالم كله يعني نهاردة وليد سليمان كتب رسالة وداع مؤسرة جدا جدا لجمال النادي الاهلي على حسابه الرسمي على فيسبوك تعالوا نشوف ايه اهل كم تأثرت حتى البكاء وانا اتابع وارصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حصيت بها من قبل زملاء اللاعبين وجمال النادي الاهلي العظيمة والوفية الان ايقنت من جديد ان للاخلاص والانتماء ثمن اعظم واكبر من كل اموال وكنوز الدنيا وتأكد لي انني احسنت الاختيار واحسنت الرهان عندما قلت يوما ما سهل تعمل فلوس والصعب ان تحقق انجازات وتكتب تاريخا كبيرا لا اصدق ان رحلة 11 عاما مرت وانني وصلت على خط نهاية مشواري القروي اتذكر حلم الطفولة وارتدائي للفانيلا الحمراء صغيرا اتذكر بفخر كم حاربت من اجل نيل الشرف اللعب للنادي الاهلي وقال الحمد لله حققت كل ما كان يفوق احلامي وما لم يخطر في خيالي لامست مع الاهلي وبفضل الاهلي سماوات كل الامجاد والبطولات ويكفيني فخرا ان منحني الاهلي الشرف اعلان الاعتزال وانا اقف على اكبر مسرح من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للاندية بعد كده قال رحلت مع الاهلي رحلتي مع الاهلي داخل البصاط الاخضر انتهت كنت فيها خادم للكيان وليس مجرد لعب اسمه وليد سليمان ولكن رحلة حبي وانتماء للكيان مستمرة للابد اشكركم نحن نشكرك بشدة بالنيابة عن كل جماهير الكرة المصرية مش بس جماهير النادي الاهلي وليد سليمان نموذج نموذج عظيم شوار عظيم كله انجازات وبطولات